السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب في غزة بعد العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة ومن خلال الاسلوب الجديد الذي تتبعه وهو اسلوب مربعات التهجير وتحدد هذه المربعات من أجل تهجير أهالي غزة تجاه مناطق أخرى وبعد ذلك تقوم بعملية الاجتياح العسكري لهذه المناطق يوم أمس كان هناك منطقة حددت القوات الإسرائيلية وهي مخيم جباليا وكذلك الشجاعية اليوم القوات الإسرائيلية تنتقل إلى جنوب غزة وتحديدا في محافظة خان يونس وتحدد مربعات جديدة من أجل إخلائها والقيام باختحامها من قبل الجيش الإسرائيلي ما هي هذه المربعات وإلى أين وصلت القوات الإسرائيلية هذا ما سنبينه إن شاء الله خلال هذه الدقائق القوات الإسرائيلية نشرت يوم أمس خريطة أخرى للمربعات المحددة وطالبت الفلسطينيين بترك هذه المربعات وخصوصا أحياء حمد والسطر وبني سهيلة ومعا في محافظة خان يونس والتوجه إلى مخيمات الشابورة وتل السلطان والفخاري والتي تقع هذه المخيمات الثلاث في محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة ما الذي جرى بعد ذلك؟ قامت القوات الإسرائيلية بإلقاء ألاف المنشورات فوق هذه المربعات المستهدفة والتي تنوي القوات الإسرائيلية اختحامها وتطالب سكانها بإخلاعها والتوجه إلى جنوب قطاع غزة هذه هي المربعات الأربع الرئيسية التي بدأت القوات الإسرائيلية بالتهيئ لاختحامها من خلال انذار سكان هذه المناطق امتدادا من منطقة حمد والسطر ومنطقة الكتيبة والمحطة وبني سهيلة ومعا وهذه المربعات بأكملها سوف تقتحمها القوات الإسرائيلية وهذا فيديو يبين عمليات القصف التي جرت خلال الليلة الماضية من قبل الطيران الإسرائيلي عمليات القصف عنيفة جدا تستهدف هذه المربعات ضمن محافظة خانيونس إجبار أهالي هذه المربعات بتركها والتوجه إلى محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة بعد ذلك تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات الاختحام وهذا ما حدث خلال الليلة الماضية وأيضا عملية اقتحام على الطريق كيسوفيم ووصلت القوات الإسرائيلية إلى طريق صلاح الدين وبدأت تتوغل في شارع المطاحن الذي يقع إلى الغرب من طريق صلاح الدين واضح جدا أن غاية القوات الإسرائيلية هي عزل محافظة خانيونس عن المحافظة الوسطى ومنطقة دير البلح وبعد ذلك السيطرة الكاملة على المربعات التي حددتها وطالبت المدنيين بإخلائها وهذا فيديو أيضا يبين عملية تحرك وتوغل الدبابات في منطقة شارع المطاحن على امتداد المناطق الغربية من طريق صلاح الدين إذن عملية توغل جديدة تقوم بها القوات الإسرائيلية بعد التوغل في شمال قطاع غزة والآن بدأ التوغل في جنوب قطاع غزة وكما قلنا الغاية هي السيطرة على كامل محافظة خانيونس وإجبار سكان هذه المنطقة بالتوجه إلى محافظة رفح والتي تعتبر الملاذ الأخير للمواطنين الفلسطينيين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم